التنفيذ التي توجهها دولة رئيس الوزراء بتنفيذ بنود البرنامج الحكومي فيما يتعلق بتصفير مخيمات النزوح ومعالجة ملف النازحين قمنا صباح هذا اليوم 26.08.2019 بتحقيق زيارة إلى مخيم جدعى 6 وتم تحقيق لقاء مع مختاري المناطق من خلال مدير فرع الهجرة في نينوى أستاذ خالد عبد الكريم اللي جهودها حقيقة جهود مشكورة عليها رغم أن هي مسؤولية الهجرة لكن هناك جهود حتيثة فعلية لمعالجة ملف النزوح حقيقة من خلال اللقاء تم الاستماع على المشاكل التي تعيق النازحين من العودة إلى مناطقهم سوف يتم تحقيق زيارة موقعية إلى تلك القرى بداية الأسبوع القادم بصحبة مدراء الدوائر الخدمية في المحافظة والناس المعينية على تقديم الخدمة لإطلاع ميدانيا على النواقص التي تعيق عودة هؤلاء الناس وإعادة إعمار القرى وتقديم الخدمات فيما يتعلق بالطرق الماء الكهرباء تم تركيز على النقطين أساسيتين وهي الماء والكهرباء سوف يكون بصحبتنا الأخ مدير حفر الأضار الارتوازية بالإضافة إلى توزيع كهرباء الأطراف لمعالجة نقص الخدمات الموجودة ومن ثم المباشرة وشروع بإعادة النازحين وغلق المخيمات ماضين في هذا البرنامج إلى معالجة آخر نازح موجود في المحافظة بعد ذلك تواجهنا إلى سيطرة العقرب في مدخل الجنوبي لمدينة الموصل طريق بغداد بحثنا تطوير السيطرة بحيث تليق بمدخل مدينة الموصل سوف تقوم بلدية الموصل والجهات الأخرى بإكمال متطلبات تبليط الطرق الجانبية تقديم الخدمات الناقصة في السيطرة ومن ثم الشروع بتطوير الطريق الرابط مع بين سيطرة العقرب إلى دورة المكعبات في مدخل مدينة الموصل بحيث يكون يليق بمستوى ووضع مدينة الموصل مدخل يكون فيه جزرة وسطية مزروعة بالأشجار بالإضافة إلى معالجة التكسرات في الطرق المجاري معالجة الأكتاف بعد ذلك توجهنا لعقد الجلسة الأولى لمجلس التخطيط والتنمية في محافظة نينوة اللي يأخذ على عاتق التخطيط الاستراتيجي وتقديم المشورة إلى المحافظة ومجلس المحافظة طبعاً هذا المجلس لأول مرة ينعقد في نينوة ويعتبر بتصديق المصادقة والتصويت على النظام الداخلي كان باعتبار من هذا اليوم فعال وقراراته نافذة الحقيقة المرحلة القادمة يتطلب أن تكون هناك مشاريع ستراتيجية تأخذ بنظر اعتبار موضوع التنمية الحقيقية للمحافظة بكل قطاعات ترجمة نانسي قنقر